نسف بقدر ما يلقي بظلالة على هذه البطولة ويوضح أن الإجراءات الأمنية محتاجة تكون أكثر صرامة خاصة في عقاب بعض التعليقات الغير مسؤولة لأنا بقول دمالي هي دي تدعيات التعليقات الغير مسؤولة ولكن ما نقدرش نعلق على حدث نفسه لأنه قيدة البحث والتحقيق لحد ما يطلع شيء رسمي يوضح وأن كانت فكرة يعني لو إن دي سرقة تقليدية يبقى بنسرق فلوس وبنسرق هواتف لكن سرقة الباسبورات بتاخدها ربما يبقى وراءة خلفية بالإضافة إلى السرقة التقليدية أن فيه حاجة يعني اللي سرق الباسبور ده هيعمل بإيه؟ هل هي مضايقة؟ هل هي نوع من الرسالة؟ يعني ننتظر ونشوف يعني لكن بنقول بقى أعتقد أن أول تعليمات أنا لو رئيس بعثة في مصرية أول كلمة لازم أقولها ممنوع الخروج برى الفندق والتجول إلا بشكل جماعي كامل عشان حتى لو أنا معايا أمن أو خلي الأمن الكاميروني أساهل مهمته إنما الشرزمة دي صعب تأمنها أن دول يخرجوا مع بعض ودول يخرجوا مع بعض وتوقيت الحادثة مهمة هل هو بالليل ولا الصبح ولا الظهر ولا إمتى نتمنى أن لا تتكرر ونتمنى أن نجاح لهذه البطولة لأن الحقيقة الكاميرون العالم كله بيبص عليها نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تفتكر ده منفصل عن الأجواء اللي خلقها تصريح روجي ميلا عن الشمال؟ ما هو تصريح روجي ميلا نفسه؟ بيعكر العياق أولا هو تصريح غير مسؤول أوي غير مسؤول خالص وفي نفس الوقت هل هو ضمن شعور عام ولا بيمثل نفسه؟ ما في ناس كده تتطوع إنها تاخدك في شطط علشان اللي ما تبعش التصريحات يا جماعة روجي ميلا النجم الكاميروني كان انتقى الدول الشمال الإفريقي وقال لك إن هم لو أوروبيين يلعبوا في أوروبا لو مش عاجبهم أفريقي يلعبوا في آسيا لكن مش حاسين بينا وبمشاكل القرم متصدرناش الفوضى يعني التهمهم بتصدير الفوضى خصوصا المغرب ومصر اختصون بالإسم يعني التصريحات أرجو إنها تختصر على شخصه ما تكونش شعور عام أو شعور حتى تسلل إلى المؤسسات الرسمية لأن هذا غير حقيقي يعني مصر مؤكد كان لها مصلحة إن البطولة دي تقام إحنا لما كابتل خطيب كلامه بيوضح كده النهاردة بيقول إحنا كلامنا إن البطولة في كاس العلوة دي هي اللي كان تتحرك ما ينفعش هذا التدخل لأن حتى لو رجعونا لعبتنا لقدر الله يعني نتيجة إخفاقات وأكد رجعين منهكين بدني وزهنيا الأهداف مختلفة طب أنت بتمتحن باللغة الإنجليزية رايح تمتحن باللغة الفرنسية مثلا حتى لو عدتوا جيد اللغتين لكن علامات ما تخرج من المدة تخلش في المدة ومع زميلك اللي بقى لك مدة ما تمرنتش معهم وتبتدي تسمع كلام جديد بتكلفات جديدة بأهداف جديدة من مدربينك عايزة وقت يعني ما عرفش هيتعالج لحد مش بيلاح حل ولذلك أنا بروح بقى بواقعية على الخطة به إعداد السكواد اللي معايا باعتبار أنه ربما أحتاج أن أعتمد عليه بشكل رئيسي في هذا ترجمة نانسي قنقر